أي متن تقتنيه أو إذا أهدى إليك بعض الناس كتاباً إيش تصنع؟ تقرأ الكتاب بأكمله وهذا أحسن شيء قبل أن تضع الكتاب في الرف أو أقل ما تقرأ في الكتاب تقرأ مقدمة الكتاب والفهرس لماذا؟ لأنه بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف والغرض من التعليف وبقراءة الفهرس تعرف محتوى الكتاب لأنه قد تبحث عن أشياء وهي لديك في بعض الكتب تتصور الكتاب بأكمل أولاً